بدنا نشوف اليوم سوف نحاول من صورة لنص استعمال جوجل درايب لعدة لغات العربية سرياني ارماني انجليزي نفوت على جوجل كروم نكبس على جوجل أب على النقط بعدين درايب يعني جوجل درايب بيفتح معنا اكيد بنكون عاملين ساين اين بنشوف صورتنا هون بنعمل نكبس على نيو بلس بنجيب صورة من الدوكومنت في بيتنا بعدين فايل ابلود بنكبس على فايل ابلود ونكبس وين حقين الصورة بالبيكشير هذه مثلا هيا فايل احد الثالث مثلا اسمه جي بي جي فايل هايتا نتأكد انه جي بي جي ويتبس على جي بي جي بتبس على روبرتيز رايت كليك بعدين جي بي جي بي جي فينا حتى لو بغير جي بي جي بي جي نقبس على نقبس open تاينزل هون عاليمين بيان انه اخضر يعني نزل نزل لها الميلي احد الثالث جي بي جي نقبس right click بعدين open with google document ننطر شوي لحتى يحولها لتكست يحول الصورة لتكست هلقى يحطلنا الصورة فوق والتكست تحت هاي الصورة فتحت بالعربي والسلياني هون نزل لتحد يبين معنا هون التكست تحولها هلقى فينا نعملها copy paste على البروغرام الورد نشوف حوالها بالعربي والسلياني هون نقبس select all اول شي control a يعني select all right click copy نكون فاتحين نحن البروغرام الورد او الوفيس غايت click paste paste هاي ايش تلعون هلق فينا نعرض بالكلمات نكبر ونزغر ادبا بدنا هاي الصورة طلعت فوق فينا نمحيه نعملها delete وتحت النص نزغر ادبا نشوف شو صار معنا هون تحت فيه هلق فينا نغير بالحرف بالفونت هو حرف strangulo edessa انا نعملو set to roll نعملو select وقعد هين سيرتو هون هايتحول نكبرو نغير له لونه واذا فيه اي حرف اي حرف غلط فينا نعرض بالاني هاي عم نكبرو نغير لونه للاسود انه هو يحوله لغير لون هاي مع الحركات كلها والعربي كمان فينا نغير هو اي ريال نحطو عربي نكبرو نحطو اسود نشوف انه متل ما هو الحرف العربي الكلمات عاملها كما عكم جورد شاهان تانك يو